لم يخرج الحاكم الأمريكي بول بريمر من العراق إلا وقد رتب المشهد السياسي بشكل كامل بما فيه تأليف مسرحية الانتخابات التي تعاد كل أربع سنوات أو بحسب ما يطرأ على المشهد ومنذ الانتخابات الأولى عام 2005 حتى الحالية تظهر البصمات الأمريكية والإيرانية بشكل واضح على إدارة العملية الانتخابية ففي أول انتخابات للحكومة الانتقالية برئاسة الجعفري ظهر رضا أمريكا وإيران عليها وكذلك بعد عدة أشهر حينما جرت انتخابات تسلم فيها حزب الدعوة الحكم برئاسة نور المالكي فهو الشخصية الطائفية الممثلة للمشروع الإيراني وأيضا هو مفتاح الفوضى العارمة التي تحدثت عنها كوندليزا رايس بعد أحداث الربيع العربي وظهور الصراع الأمريكي الإيراني على النفوذ في المنطقة للعلن بدأ الاهتزاز الحكومي في العراق من جراء ذلك وأصبحت الكتل المتنافسة في الانتخابات تحاول كسب تأييد الطرفين المتخاصمين الأمريكي والإيراني كل على حدة فظهر مصطلح رجل أمريكا ورجل إيران عن المرشحين للانتخابات انتخابات عام 2014 شهدت لأول مرة اختلافا في التأثير الأمريكي والإيراني عليها فكان زعماء الكتل النافذة يزورون إيران قبل الانتخابات وفي المقابل شخصيات النافذة تلتقي سياسيين أمريكيين فالجميع يدرك أن الانتخابات لا بد أن تكون برعاية من طهران وواشنطن ومع اتساع الشرق الأمريكي الإيراني في الفترة ما بين انتخابات عام 2018 والانتخابات المقبلة أصبحت إدارة العملية السياسية أكثر تعقيدا فالظروف الحالية ربما لن تسمح لمن يحكم العراق بأن يمشي على خط رفيع يدير عملية التبعية المزدوجة بشكل جيد ومن هنا فإن الخروج بحكومة جديدة سيكون أمرا معقدا أكثر مما كان عليه في عام 2018 وبين هذا وذاك تفتقد الانتخابات للشرعية الشعبية ليس لأنها نتاج عملية فاسدة فحسب بل لأنها تتم برعاية ممن غزى العراق وممن تولى مهمة تدميره بعد الغزو